موسيقى موسيقى وأما غازي ابن سنجار فأنه تسلق إلى دار أبيه واختفى عنده بعض سراريه يعني عنده أمرأة كانت مملوكة لأبيه إذن غازي قلنا هرب من مكان ومقام الإقامة أرسله شخصا حتى يموه الأمر ويشوش على الفكر ويضيع القضية فأرسله شخصا يدعي أنه هو غازي أرسله إلى الموصل وبعد هذا لم يستقبله نور الدين وإنما خاف من استقباله فذهب إلى الشام ذلك الخادم على أساس أنه غازي أما غازي فتسلق إلى دار أبيه واختفى عنده خادمه عنده مملوكه لأبيه واختفى عنده بعض سراريه وعلم به أكثر من بالدار أكثر من بالدار علمه بوجود غازي في الداخل فسترت عليه بغضا لأبيه هذه الأمرأة هذه المملوكة سترت كانت تبغض الأب فسترت على أبنه على غازي فسترت عليه بغضا لأبيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن يعني كانت تتوقع أنه هذا سيقتل الأب سيقتل الأمير المؤمنين سيقتل الخليفة سيقتل السلطان سيقتل أباه فسترت عليه بغضا لأبيه وتوقعا للخلاص منه لشدته عليهن فبقي كذلك وترك أبوه الطلب له ظنا منه أنه بالشام فاتفق أن أباه في بعض الأيام شرب الخمر بظاهر البلد مع نود مائه فكان يقترح على المغنين أن يغنوا في الفراق وما شاكل ذلك ويبكي ويظهر في قوله قرب الأجل ودنو الموت وزوال ما هو فيه فلم يزل كذلك إلى آخر النهار يعني حتى الذين يشربون الخمر يعني غالبا وعادة في مناطق خاصة في الأحياء التي نعيش فيها مجموعة خاصة في الأحياء التي نعيش فيها أشخاص معينين يفعلون المنكر يشربون الخمر لاحظ هذا كان سافقا يعني الجانب الأخلاقي كان هو السائد ويوجد حالة شاذة هي الانحراف عن خط الدين وعن خط الأخلاق على طبيعة الناس على بساطة الناس هذا متى؟ عندما كان المجتمع مدنيا عندما كان المجتمع أخلاقيا لكن ماذا حصل عندما تصدت العمامة ورجال الدين وصار الصوت لمن يدعي الدين؟ صارت المنكرات هي الشائعة وحالة الأخلاق والدين حالة نادرة لماذا؟ لأن الناس، الشباب، الأبناء، الصبيان عندما الآن أي شخص ينصح، يأمر، ينهي ما هو الجواب؟ يقول لك العمامة الفلانية، رجل الدين الفلاني، المرجع الفلاني ليتوقف عن السرقة، ليتوقف عن الفساد، ليتوقف عن البغاء، ليتوقف عن ارتكاب المنكرات التي تنتشر هنا وهناك لينصح نفسه قبل أن يوجه نصيح لي لاحظ، القدوة السيئة، القدوة المنحرفة، فينحرف الشباب وينحرف الأبناء، وينحرف الأعزاء، وينحرف الشباب المسلم والشعب المسلم وهذا ما حصل أيضا في باقي المجتمعات، في باقي الديانات عند باقي الدول لاحظ، فهنا أقول، أقول الذي نعرفه ربما يوجد خلاف هذا الذي نعرفه بأن شرب الخمر يكون ليلا هذا عادة أما أئمة التيمية، خلفاء التيمية، صلاطين التيمية، أولياء الأمور التيمية المارقاء يشربون الخمر من الصباح إلى الصباح لاحظ، يقول، فلم يزل كذلك إلى آخر النهار حفل مفتوح، الشرب مفتوح، خمور مفتوحة وعادة لاحظ، نحن نتحدث هنا، قدنا أفق الخلفية الدينية التي ندعيها، التي نحن فيها، التي هي الأساس في التصدي لهذه البحوث أما لو كنا نتحدث كمدنيين بخلفية علمية، تاريخية، اجتماعية، سياسية، مهنية، كل هذه غير دينية طبعاً نترك هذه الأمور نعتبر هذه من الحرية والديمقراطية والعلمانية والحرية الشخصية وما يرجع إلى هذه الأكاذيب والشعارات الفارغة الكاذبة إذن ليس لنا علاقة بمن يكتب بهذا التوجه ليس لنا علاقة بهذا نحن نتحدث عن البحث الذي نحن فيه ونحن تصدينا له هذا له خلفية دينية فهنا نتحدث عن إمام يمثل الإسلام عن خليفة يمثل الإسلام عن دولة تمثل الإسلام عن قائد يمثل الإسلام عن شخص ورمز يمثل الإسلام هل ينتمي هذا إلى الإسلام أو لا ينتمي إلى الإسلام خلنا الكلام